عايزة اتكلم معك احمد ومعي طبعا المشاهدين على التحكيم يعني انا شايفة انه لحد امتى هنفضل نتكلم في الجدل بتاع التحكيم والفار وانه بيجي على فرق ممكن يقدي انه فرق تخسر نقط كتير جدا في الدوري ليه؟ ليه امبارح جون كهرباء اللي واضح جدا انه هو مش تسلل يتحسي بتسلل ليه؟ ليه كل الناس كل المصريين شايفين حاجة كل المتفرجين كل المشاهدين ومتابعين الكورة شايفين حاجة وليه الحكمة بيبقى شايفها؟ هو الفار ده مش اتعمل علشان الجدل يقل علشان يبقى فيه عدالة يعني دايما بقول يمكن الفار او ناس كتير شايفين ان الفار بيقتر رتم اللعب بيقلل من متعة الكورة كرة القدم يا احمد ولكن راضين به لانه في الاخر بيبقى فيه عدالة لما يبقى عندنا هدف يتحسب تسلل امبارح ركلة جزاء واضحة وصريحة في ودي دجلة لبيكم وما تتحسبش وطبعا يدي علينا نقطتين في المباراة دي مباراة ودي دجلة وهدف محمد شريف مصر المقاصة اللي برضو اتحسب تسلل يعني انا عايزة كده رأيك امبارح كابتن سيد عبدالحفيز قال جملة يعني قال يا ريت انا اكتر واحد بتمنى ان الهدف ده يكون تسلل عشان اعرف انا امرتاح من اللي بيحصل